السلام عليكم إيران أشعلت سفينة إسرائيلية بضربة مباشرة قادمة من الأراضي الإيرانية هذه المرة مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون هو الذي صرح للأسوشيديد بريس وكذلك للأي بي سي نيوز الأمريكية والتليغراف البريطانية عن تفاصيل ما جرى والسفينة التي نتحدث عنها اليوم هي هذه السفينة التي ترونها أمامكم لنقل ولشحن الحاويات وهي CMA CGM Semi هذه الشركة هي تابعة وهذه سفينة تابعة لشركة تحمل نفس الاسم تقريبا CMA CGM الشركة مقرها طبعا الرئيسي متمركزة هذه الشركة طبعا ومقرها الرئيسي في مدينة مرسيليا الفرنسية هي موجودة في 160 دولة من خلال 400 مكتب وهذه تعتبر أكبر ثالث شركة لشحن الحاويات على مستوى العالم الشركة الفرنسية ولكن المالك هو الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر الذي ترونه أمامكم وهذا الرجل صحيفة هارتس الإسرائيلية في عام 2013 قالت عنه بأنه الرجل الأغنى في إسرائيل وهذه السفينة التي نتحدث عنها آخر نقطة لها ظهرت قبل هذا الاستهداف وقبل هذه المعلومات في ميناء جبل علي في دبي في الإمارات العربية المتحدة وإذا ما أخذنا تفاصيل أكثر عن طبيعة حركة هذه السفينة قبل الاستهداف سترى بأنها كانت قد توقفت عند جدة في المملكة العربية السعودية أي في البحر الأحمر وبعد ذلك اتجهت إلى ميناء جبل علي وبعد ذلك طبعا بعد التوقف في هذه المنطقة اتجهت مباشرة إلى الهند وهنا كانت الإصابة قادمة ومباشرة من قبل الجانب الإيراني وبالتالي هذه السفينة بالضبط هي سارت بهذا الاتجاه الذي ترونه بهذا الشكل دخلت إلى خليج عمان مضيق هرمز ووصلت إلى ميناء جبل علي وهنا لاحظ بأن الجانب الإيراني طبعا يراقب يستطيع من مراقبة كل شيء ما هو في السواحل هنا على مستوى خليج عمان أو حتى في مضيق هرمز لأن هنا كما ترون هي جزيرة قشم وجزيرة قشم هناك قاعدة إيرانية للطائرات المسيرة تراقب كل شيء يدخل عبر المضيق أو يخرج من هذا المضيق وأيضا أن هذه السفينة كانت قادمة عبر مضيق باب المندب وبالتالي جماعة الحوثي من الممكن هم الذين أيضا رصدوا هذه السفينة وتواصلوا مع الجانب الإيراني لتحقيق هذا الاستهداف وبالتالي ببساطة هذه السفينة عند حركتها بهذا الاتجاه ووصولها إلى بحر العرب الذي يعتبر جزءا من المحيط الهندي جاءت طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة الإيرانية لتقوم باستهداف مباشر لهذه السفينة وتمكنت فعلا من إصابة هذه السفينة وكانت هناك نارا تشتعل في هذه السفينة ولكن السفينة لم تغرق لا إصابات لا قتلى لكن الإصابة كانت حاضرة باتجاه هذه السفينة وبحسب المسؤول الأمريكي الذي صرح لكل المصادر التي ذكرناها لكم أكد أن العملية جاءت بهذا الشكل وبالتالي حركة هذه السفينة هي كانت بهذه الطريقة كما تحدثنا وواضح جدا أن هذه النقطة التي ترونها هنا باللون الأحمر هي نقطة الاستهداف من قبل الجانب الإيراني هنا تقريبا وكان الإيرانيون جاهزون لتحقيق هذا الاستهداف وهذه السفينة بشكل عام حركتها لم تكن متجهة فعلا إلى الهند فقط وإنما هي كانت تسير إلى سنجابور ولتصل مباشرة إلى الصين ومن ثم تعود أدراجها إلى باب المندب مضيق باب المندب عبر قناة السويس إلى أوروبا مباشرة إلى فالنسيا كما تلاحظون في إسبانيا والقاعدة المتهمة بالدرجة الأساس بأنها كانت قد نفذت هذا الهجوم وهي دائما تتهم بمثل هذه المسائل هي قاعدة شابهار الإيرانية هنا مضيق هرمز كما ترون وهذه هي القاعدة الإيرانية وهي قاعدة شابهار هنا في هذه المنطقة هناك الصور من القمر الصناعي تؤكد وتوضح حركة طائرات المسيرة الإيرانية التي إذا عدنا بالتاريخ قليلا ستظهر هذه الطائرات وهي من طائرات مهاجر كما تلاحظون وبالتالي دائما هذه القاعدة في استهدافات سابقة قد اتهمت بأنها قامت بهجمات على سفن شحن إسرائيلية بهذه الطريقة طبعا وبهذا الإسلوب وبالتالي المسؤولة الأمركي ببساطة لم يزيد أو لم يضيف الكثير من المعلومات حول ما جرى وقال نواصل مراقبة الوضع عن كثب مهاجمة سفن الشحن هي مستمرة حتى يومنا هذا قبل ساعات من الآن كنا أمام أيضا أنباء مهمة للغاية صادرة من البارنز وصادرة كذلك من الأسوشيديد برس التي أكدت بأن هذه السفينة التي ترونها أمامكم وهي سفينة سنترال بارك السفينة إذا ما اقتربنا هنا بهذا الاتجاه ستجد بأن هناك رمزا لحرف الزت والزت هنا طبعا وهذا اللوغو أو الشعار هو تابع لشركة زودياك ماري تايم التي يعتبر مقرها متواجدا طبعا في لندن وفي هذه السفينة هناك 22 شخصا من طاقم هذه السفينة وهي كانت محملة أيضا بشحنة من حمض الفسفوريك وهذه الشركة هي مملوكة ببساطة من قبل إلي عفر الملياردير الإسرائيلي الآخر هذه السفينة الآن بحسب هذه التفاصيل أكدت بأنها تم احتجازها من قبل جماعة الحوثي اليوم السفينة كما هو واضح من خلال التسجيلات الخاصة بها بأنها عبرت كما تلاحظون قناة السويس وصلت إلى البحر الأحمر وكانت في هذه النقطة من البحر الأحمر كما نلاحظ في العشرين من نوفمبر أي قبل ستة أيام والمراقبة كانت حاضرة من قبل جماعة الحوثي وحتى المنظمة البريطانية لتتبع سفن الشحن الموجودة في المنطقة بشكل عام أكدت أن هناك حادثا للقرصنة قد تم لهذه السفينة ونشروا بهذا الشكل هذا التحديث في السادس والعشرين كما تلاحظون من نوفمبر اليوم وأكدوا بأن النقطة وعملية احتجاز هذه السفينة قد جاءت هنا أي في خليج عدن كما تلاحظون عدن لا تسيطر عليها جماعة الحوثي نهائيا وهذا يوضح أن جماعة الحوثي قد وسعت عملياتها وبأنها تتبعت هذه السفينة وقامت بضبطها وطبعا سحبها مرة أخرى إلى أراضيهم وقد يكون ميناء الحديدة مرة أخرى كما فعلوا مع الجالكسي ليدر سحبوها إلى تلك المنطقة في تطور خطير وكبير للغاية لطبيعة أين ذهبت جماعة الحوثي في عملية استهدافها وهي ليست محدودة فيما هو طبعا قبل مضيق باب المندب وهذا التطور يأتي بعد ما جاء المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية وهو العميد يحيى السريع الذي نشر بتغريدة بهذا الشكل يوم أمس قال زيم زيت آي أم لم يفهمها الكثيرون ولكن زيت آي أم هي ببساطة هي شركة للشحن إسرائيلية تحديدا هذه الشركة هي من الشركات المهمة من أفضل 20 شركة على مستوى العالم في شحن الحاويات والشركة طبعا هي مركزها الرئيسي ومقرها الرئيسي في حيفا كما تلاحظون من هذه التفاصيل ورئيس المجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة لهذه طبعا الشركة التي نتحدث عنها هو إلي غليكمان وأحد أهم المستثمرين فيها هو عيدان عوفا نفس الرجل الذي تحدثنا عنه في بادي الأمر للسفينة التي استهدفتها طبعا إيران وطبعا واضح جدا أن جانب اليمني من قبل جماعة الحوثي تحديدا تحدثوا عن زيم زت آي أم والهدف كان هو السنترال بارك هذه السفينة التي نتحدث عنها بالتالي يبدو بأن هناك تمويها وضع كل التركيز باتجاه كل ما هو تابع لشركة زيم الإسرائيلية ولكن في نهاية المطاف سنترال بارك هي كانت الهدف بالنسبة لي جماعة الحوثي وجماعة الحوثي مستمرة في مهاجمة ميناء إيلات الإسرائيلي ليلة يوم أمس كانت هناك ضربات بهذا الشكل باتجاه إسرائيل الدفاعات الإسرائيلية كانت حاضرة في التصدي لهذه الصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من جماعة الحوثي رغم أن هناك هدنة الآن في قطاع غزة ولم تبدأ الحرب إلا أن جماعة الحوثي تضغط وتضغط بقوة وبالتالي نحن أمام العديد من الحوادث أمام السفينة التي ضربتها طبعا إيران بشكل مباشر بحسب التقارير التي رأيناها جالكسي ليدر سنترال بارك كل هذه طبعا تمكنت جماعة الحوثي من السيطرة عليها وبالتالي نحن أمام دخول مباشر من قبل إيران على هذه السفن الشحن مرة أخرى لتعود إلى حرب البحار مع إسرائيل وأيضا إجبا لا ننسى بأن الفصائل العراقية الأسبوع الماضي كانت قد أعلنت عن امتلاكها عن زورق مسير مفخخ سيستخدم ومتوقع أن يستخدم طبعا في الخليج العربي ويصل مداه إلى 500 كيلومتر وهذا يعني بأنه يغطي أكثر من 50% من الأهداف الموجودة طبعا في الخليج العربي وبالتالي هناك أكثر من طرف ممكن أن يحقق هذه الضربات وممكن أن يحقق مثل عمليات الاختطاف التي تقوم بها طبعا جماعة الحوثي مع الاستهداف المباشر على الجانب الإسرائيلي وبالتالي نحن نلاحظ بأن هناك ضغطا على مضيق باب المندب وعلى مضيق هرمز ضغط كبير على الشحنات العالمية والدولية وإن كان الاستهداف أو المستدف هي إسرائيل لوحدها فقط ولكن هناك شركات تتشارك مع الجانب الإسرائيلي في هذه السفن كما نتحدث بعض المقرات موجودة في فرنسا أو لندن أو غيرها من الدول أو حتى تستأجرها إسرائيل فقط ولكن عائدية هذه السفن إلى أطراف أخرى وبالتالي النفط العالمي التجارة العالمية بشكل عام إن حدث أي اضطراف في هاتين النقطتين هذا يعني بأن العالم بأكمله قد يدخل في مشكلة تضخم عالية للغاية مشاكل على مستوى الطاقة والوقود وهذا طبعا يضرب بشكل مباشر الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أوروبا وخاصة إذا موسعت جماعة الحوثي من مسالة استهدافاتها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وسفن الأمريكية وليست فقط الجانب الإسرائيلي إن تطور هذا الأمر سيتطور وستطور الأمور بشكل خطير خاصة وأن جماعة الحوثي وغيرها من إيران وغيرها يقولون للولايات المتحدة الأمريكية أنت تدعمين إسرائيل في هذه الحرب وبالتالي يجب أن تتحملين الأعباء وأعباء ما هو قادم نضغط عليك لكي توقف الدعم لإسرائيل لكي تتوقف الحرب على قطاع غزة أو أن تستمر الهدنة أو يكون هناك حال سياسي وكان هناك هجوما في الثلاثة أيام الماضية تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية وقالت أن هناك طائرات مسيرة جاءت من اليمن من جماعة الحوثي وكانت متجهة باتجاه يو أس أس توماس هادنر الموجودة طبعا بالقرب من السواحل اليمنية وبالتالي ما يشير له هذا البيان أو هذا المنشور بهذه الطريقة يوضح بأن قد يكون أو قد تكون الهدف هي أس أس توماس هادنر في تطور خطير وخطير للغاية لكن حتى هذه اللحظة الجانب الحوثي أو الجانب اليمني يقول بأن الجانب الأمريكي هو ليس هدفا بالنسبة لنا لكن الضغط طبعا هو لإبقاء إسرائيل في هذه النقطة أو حتى الانسحاب من قطاع غزة فبحسب التقدم في شمال قطاع غزة بآخر تحديث قد صدر من الورمابر ستلاحظ أن السيطرة لجانب الإسرائيلي تقريبا 48% في شمال قطاع غزة فقط وبأن الفصائل الفلسطينية تسيطر على ما يقارب الـ 52% حتى هذه اللحظة بالتالي لا زالت الفصائل الفلسطينية أيضا تسيطر على مركز المدن الموجودة هنا مخيم جباليا لا زالت تحت سيطرتها هذه المناطق كلها لا زالت تحت سيطرة الفصائل الفلسطينية وبشكل عام ترى الجانب الإسرائيلي كل ما يسيطر عليه هو تقريبا تقريبا 24% من كامل قطاع غزة هذه مسألة مهمة للغاية في طبيعة أن الفصائل الفلسطينية قادرة على البقاء على الحياة في هذه المعركة لا زالت رفح خان يونس كل هذه المناطق طبعا تحت سيطرتها لكن الجانب الإسرائيلي يبدو بأنه مصر على عودة هذه الحرب البيانات الإسرائيلية واضحة يقولون المدنيين بشكل واضح من شمال قطاع غزة تستطيعون استغلال هذه الهدنة الذهاب من الشمال إلى الجنوب ولكن ممنوع أن تتحركوا من الجنوب إلى الشمال سيوقفهم هذا الرتل الكبير أو السيطرة الكبيرة الإسرائيلية التي تحققت في الأيام الأولى من الاجتياح الإسرائيلي لشمال قطاع غزة وإسرائيل ترى بأنها أيضا تبحث عن تقطيع أوصال قطاع غزة بهذا الشكل من طبيعة التقدم إلى أربع مناطق أو إلى أربع أجزاء من أجل تحقيق التقدم في داخلها بالتالي نحن فعلا أمام ظروف كبيرة للغاية في هذه الحرب الهائلة التي تجري هنا والتي تنعكس طبعا على مستوى المنطقة بأكملها حرب ليست بالسهلة حرب صعبة للغاية وبدأنا نرى جبهات جديدة ونتحدث اليوم عن البحار بشكل واضح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر